اتفاء باليوم العالمي للغة العربية كرمت المنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام بلندن عبر تقنية التحاضر عن بعد مجموعة من المبدعين المنتمين إلى الدول الناطقة باللغة العربية من بينهم الأديبة ربيعة جلطي ويذكر أن ربيعة جلطي تملك مجموعة من الدووين الشعرية منها تضاريس لوجه باريسي شجر الكلام وغيرها من الأعمال وآخر رواية ربيعة جلطي في 2019 كانت بعنوان قلب الملاك الآلي وهي رواية تمثل طفرة أدبية في مصاري الكتابة الروائية والتي جاءت في قالب فن خيال علمي